سلام. اليوم بدي احكي لكم عن انواع الجمل على مستوى اربع انواع جمل. انواع الجمل باللغة الانجليزية. هني اربعة بشكل عام. على مستوى في طالبي بجامعة البلقاء باعتقد. او او اه او البيت. مهم بجامعة البلقاء او او البيت. يعني في طلبة حكيت لي انه سألتنا عن هذا الانواع. فقلت انا بدلا ما اجاوب بشكل شخصي. بنعمل فيديو. نستفيد جميع. منه ان شاء الله. اه حاولت لخص لكم القدر الامكان. طبعا هاي الامر الى كتير تعائدات. مبدئيا اول نوع هو اسمه. اوكي? شو بيحتوي? هلأ شو هاي? الكلاوز بيكون مجموعة كلمات وفيهم فعل. مجموعة كلمات ومجموعة وفيهم اه فعل. او فيه بالعرض بيقوله شبه جملي. هيك ترجمته. يعني مستقل. ضرورة تعرفوا كلمات. مستقل قائم بحد ذاته. اه شبه جملي. هلأ مبدئيا الشيء اللي الجملة البسيطة راح تكون على الاغلب على الاغلب بالنسبة الكون. هي جملة اللي فيها فاعل وفعل. معناتها مكتمل قائم بحد ذاته. مسألة عليها. انا انتظرت الباس. لاحظة حرف الجر مع فهاي الجملة شو تصنيفها القواعدة? تصنيفها طبعا انتم ما تنخدعوا بالشكل. انا شو ناوي اكتب لكم هون? ما تنخدعوا بالشكل تقول لها انها صغيري. لا. ما الموضوع صغيري ولا تشوف ها طويلة معناتها ما هي مسألة عليها راح اضف لكم انضافات. مسألة بسيطة بس ما دروا تشوفها انه اصغيري معناتها اوكي هاي هي جملة البسيطة. هاي طولت لك ياها ومع ذلك هي يضل الجملة تصنيفها القواعدة. اوكي فهاي فكرة وحدي معتمدة على الجملة مقائمة بحد زاتة. فيها فاعل. وفعل. على اغلب الجملة بسيطة راح يكون فيها فاعل. وفيها اغلب الوقت الجملة بسيطة هيك. ومعناتها قائم بحد زاتة. الى معنى قائم اه يعني قائمة بحد زاتة من ناحية اه المعنى كمان. هلأ بنجي على النوع هذا هذا النوع كله الطلاب يعرفوه. هلأ في عنا هون الجملة جملة 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 المركبة. الجمل المركبي. اه شو تعريفها? هي تحتوي اتنين او اكتر اشبه جمل مستقلي. عمليا او از بتكون تقوله ازا حبيتوا تفكروا معي انه جملتين مستقلات. جملتين اه مستقلات. مسال عليها. اي ام سبيكين انجليش. اوكي. هاي الجملة بحد زاتة قائمة. انت عمد تستمع لالي او انت عمد تستمعوا لالي. ممكن اجمعونا انا بكلمة اند هون متل ما شايفين. اللي هي تصنيف القواعدة. كلمة بتوربوت بين. اه جملتين. مسال عليها. اه اختيارية. هلأ هدول الجملتين. هاي جمل مستقلي. وهاي جمل مستقلي. وهي اسمها اوكي. وكل واحدة الى معنى قائم بحد ذات. وجمعت بيناتهم اند. حبيت انا اجمع بيناتهم باند. فشو صار اسمها? صار اسمها جملي مركبي. هذا طرف قوي وهذا طرف قوي. هذا الو معنى وهذا الو معنى. او ممكن يقوم لحاله. فشو بسموها الخلاصة مشاري ريح لكم رأسكم. اه هي جملي بيكون فيها بشكل الخاص كلمات مجموعات بالحروف او نحنا بنقول فان بويز هل بكتب لكم ايها فان بويز قائمة هي اول حرف من بعض الكلمات. مسال عليها اند بات اه يت اوكي هلأ بيحطوا لكم اه اياهون بشكل خاص طبعا بشكل خاص اند وبات اللي عم يجمعه جملتين مع بعضهم بسموها مجموعات مثلو انا بي فان بويز هلأ بحطوا لكم قائمي بهدول الكونجونجشن فاذا شفتوا واحدة من هدول تبعوية الفان بويز عادة مفروض انه هاي جملي شو بسموها خاصة ازا شفتوا اند وبات. طيب هاي لا تنتين. ممكن شوفوا هاي. هاي اسمه وهاي اسمه كان وحدي عندي واحد اتنين تلاتي وكل وحدي الى معنى قائم بحد ذاته. مو انا ما اعتمد على التاني بالمعنى. وجمعت ليناتون. هون حطيت سيمي كولن. هون حطيت كان عندي توقف كبير هون. سيمي كولن. وهون حطيت عندي اه فاصلي. وحطيت عفوا حطيت. اند اهم الفاصلي عندي. اه ان طبعا على الفكرة ممكن انت تحصلوا كنجنكشن اه كمباوند سنتنس بوجود اه السيمي كولن. اوكي? ممكن تلاقوا السيمي كولن وجامع بين كمان هاي بصير كمباوند. اه سنتنس. فشايفين تلاتي. تلاتي جمعتهم. انا بحب الافلام. واليدي يحبون الموسيقى. وبس كل اياتنا ولا او. وكل اياتنا من حب تلفزيون تي في. على الفكرة على الفيديو انا عدته وان هاي تاني مرة بعمله. بعدها عملته رحت لفصت لأول مرة ما بشفت حدا بالفصل تي في لفصتها تو في بع السرعة. فاعدت الفيديو كل اياته مشان يعني مشان تشوفه ان الواحد ممكن يخربط يعني. بعبرة ما سمعتها تو في منين تي في. فهاي كمباوند سنتنس. اه بس كان فيه طرفية تلاتي شايفين شايفين. هلا بننتقل لنوع. فمعليش كرر نفس شوي مرة تاني. متل ما قلنا متلها شايفين فاعل وفعل. وفيها هون مبدئيا متل ما شايفين. هلأ هون عندي انا اه فعل رئيسي وعنده فاعل قبله وعملت جملي معناتها واضح او معناتها مستقل. هي جملتين مستقلات. بالاصل مستقلات لحالون. اوكي? رحت انت حبيت تجمعهم باند او ببت. او بكي بيكون جنكشن مسلا. جمعتهم. فصاروا جملي وحدي على شكل انتلاهاي صارت جملي وحدي الرابط وانتهم انت. فسميتها جملي مركبية من قطعتين مستقلتين مسلا. او اكتر متل ما شفته. هلأ النوع الثالث. عم اقول. مسلا. التعريف. هي تحتوي شبه جملي مستقلي وحدي. وحدي. واحد او اكتر. اشبه الجمل اللي غير مستقلي اللي بتعتمد بمعناتها على شو? بتعتمد على على غيرها بالمعنى. فاهم الشيء بال في وحدي وبعدين مسألة عليها. هلأ هاي جملة بسيطة على فكرة. معنى التقائم بحد ذاتها. انا احب الماء. بعدين انك اكملت. هلأ ازألت لكم لحالة هيك. because it is healthy. ما فهمت عليك. شو هي because it's. ما فهمت عليك. شو هي because it's healthy. اه. اي لايك water. اوكي. هلأ صار فهمت عليك. اي لايك water because it is healthy. اوكي. فهاي الجملة من عند because because it is healthy. شبه الجملي. هاي شبه الجملي غير مستقلي. اسمه dependent clause. ليش تعتمد بمعناتها على شو? على. اي لايك water. اللي هي independent clause. فهاي اسمه independent clause. and independent clause. وهاي من عند because وهنا الطرف لهون. اي شو اسمها? اسمها dependent اه اه طيب اه ريوح لكم رأسكم متل العادي اه ان شاء الله. اه الكمبلكس سنتنس راح تلاقي فيها لابدائيا. على الاغلب راح تلاقي فيها كلمات. مثل هو. مثل ذات. مثل وين. اه مثل مثلا وهلأ في قائمة كمان رحط لكم كلمات اكتر. اوكي? فبتلاحظ فيها الكلمات خاصة هيك هو وذات. هدول عم بيحكي لكم عنه. اوكي? ورحط لكم قائمة هلأ بغيرهم. بتلاحظ هاي الكلمات موجودة. وبيجي عادة بعدها هدول. بيجي بعدهم سوبجيكت وفرب عادة. اه مثال تاني. شوفوا هون. لانو الناس بيعرفوا. هاي شو اسمه اسمه ديبندنت. ما انا مكتمل لحالة. ديبندنت. جملة معتمدة على غيرة. ذات. هاي عندكم كلمة ذات الحكيت لكم عنا. هاي عندكم بكاز وعندكم ذات. هلأ في عندي هاي ديبندنت كلاوز. هاي اسمه ديبندنت كلاوز. اوكي? ديبندنت كلاوز. هاي اسمه ديبندنت. هاي ديبندنت كلاوز. اوكي؟ هاي دات بعدها فاعل وفعل وهاي بكاز وبعدها فاعل وفعل. اوكي؟ متل ما شايفين. two dependent clauses and one independent clause. فشو شكلو شكلو? شكلو ال complex sentence. كلمات because وذات اللي شايفينون. هلأ اخر نوع منقول عليه هو compound complex. compound complex هي جملة مركبة وبنفس الوقت معقدي. شو تعرفها? اتكنتينز هي تحتوي one or more dependent clauses. واحد او اكتر من اشباه الجمل الغير مكتملة المعنى او ماعتمدية على غيرها. غير مستقلي مثلا. and one or more independent clauses. واحد او اكتر من independent clauses. من اشباه الجمل اللي قائمة بحد ذاتها المستقلي. independent clauses. مسال عليها شوفو. because i like english. طبعا بتعرفوا هاي شو اسمه? اسمه dependent. because i like english. اوكي. i read books. انا بقرأ كتب. and i teach online. وانو ادرس كمان. online عن طريق النت مثلا. اوكي. فال because. هاي عندي because. شو دي اجي بعدها? اجي بعدها subject. وهي اجي بعدها verb. بس هاي كلها على بعضها. شو اسمها? اسمها dependent. هاي اسمها dependent clause. اوكي? معتمدية معناتها على غيرها. وبعدين عنكون. عمل اعتيادة. فاعل. وفعل. جملة قائمة بحد ذاتها. وروح تحطيت تجمعه مع فاعل وفاعل. هاي اسمها independent. مستقل لي. وهاي اسمها independent. وهاي مشان يعمل الكمباوند. كمباوند. نور كمباوند. وهاي كلمة وبعدها وما اعتمد بمعناتها على الباقي. مشان تعمل الشيء اللي هو اه فصار شو اسم الجملية صار اسمها كمباوند. اه كمباوند 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 سنتنز. ان شاء الله تكون الامور اه واضحة هيك. امكان باعتقد واضحين. ان شاء الله. فازا كان الفيديو هذا عجبكم. بتمنى انه تشاركوه. تعمل فائدي. اوكي وشكرا للمشاهدة.